دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا جهاز لاسلكي تركي مقاوم للحروب الإلكترونية كشفت الشركة التركية للصناعات الدفاعية عن جهازها اللاسلكية المقاوم للحروب الإلكترونية والذي يقدم خدمات الهواتف الزكية دون استخدام محطة بس رئيسية فضلا عن إتاحته التواصل المشفر وإنشاء شبكة لاسلكية تلقائية وبس فيديو بشكل مباشر إذن جهاز لاسلكي تركي مقاوم للحروب الإلكترونية يدلل على مدى تقدم تركيا فيما يتعلق بمجال الاتصالات ومجال أصناعات الدفاعية وتركيا بشرت شعبها بالصاروخ الباليستي القادر على الوصول لمسافة تصل لسلاسة ألاف كيلو متر ورئيس أردغان تحدث عن منظومة الدفاع الجوي محلية الصنع القبة الفولازية التي بشر بها الشعب التركي بأنه في الفترة المقبلة سيكون هذا الإنجاز حاضرا على أرض الواقع بإذن الله باي